السلام عليكم كديري رحبا بكم مرة أخرى في القناة إذا كنتوا أول مرة تزوروا اشتركوا في الاشتراك انا سأبس عليكم شوية ولكن اجبت لكم واحدة شلادة راقية زوينة اقتصادية وسهلة فتحضير تابعوا معي نحتاج الروز مسلوق خيززو البطاطا ماطيشة الخيار الخص الماييس المايونيز الملحة البزار طون البطاطا مسلوقة البزار والزيت وشوية البصلة هنا اخذت البطاطا سلقتها وقشرتها ومن بعد هكتنا معكوها مزيان بواحدة الفرشيطة كنت تشوفوا البطاطا سلقتها مع الملحة هكا ما نقطعوهاش مل أحسن لأنه ما بغيتاش مقطعة هنا درت شوية ديال البصلة ما نكتروش البصلة سنديرو تقريبا غير معلقة ديال البصلة غادي ندير شوية ديال الزيت عندي البصار الخل تتعرفوا الخل تيعطي وحد الماداق ضروري في الشلادة فالخل والزيت والطون ضروريين يكونوا في الشلادة حاضرين هنا درت علبة ديال الطون ودرت المايونيز المايونيز بغيتو تديروها البنات في الدار بغيتو تشريوها كموجود تتشريوه غير هو تديرو شوية مايونيز زايد لحقاش بغينا شلادة تجي معلقة هنا عندي رابعة ديال الروز مسلوقة استمعي شوية ديال الماييز الخل الملحة جتني شوية ناقصة في الملحة فغادي نزيد شوية الملحة وغادي نديرو الزيت وعلبة ديال الطون فكي قتليكم هاد الشلادة هاديرا دارولي فش يجين عدنا الشي ضيف دارولي مثل نديرو هاد الشلادة ديال الروز وايضا البطاطا فكي غتشوفو هاد الشلادة بالعكس هي زوينة واقتصادية غادي نقول لكم ان شاء الله علاش هنا درت المايونيز وغادي نحرك البطاطا والروز وارجع ليكم من بعد ما حركت البطاطا والروز هنا كيشتو البطاطا عليش كترت ليها المايونيز باش تجينها معلكة ومتحلش لينا هنا خديت واحد ساكل اللي غادي ندهنوه بالزيت وغادي نديرو في البطاطا وغادي نمعكوها غادي عفوا نضغطو عليها مزيان باش متحلش لينا ضروري سنضغطو غادي نقرب لكم شو الكاميرا هنا غادي نضغطو مزيان حنا سنخدموه حنا سنضغطو عليش باش متحلش لينا هانتو ما كان وراكم هانتو ما تتشوفو ما تتحلشو تتبقى شادة فراسها هنا بنسبة للطبقة التانية ضروري تندهنو بالزيت هاد ليساكل هادو باش ماي باش ما تلصقش لينا الشلادة هنا كيشتو درتا الروز الروز تاوي كترت في المايونيز باش تاوي يشاد فراسو يلا قللنا المايونيز غادي تشتت لينا الشلادة هنا احنا سنخدموه احنا سنضغطو داروري سنضورو شوية هاد باش نضمنو ان شلادة ما تلصقش لينا هادك شي اللي بقى لي ديالا الروز مع البطاطا غادي نخلطهم وغادي نديرهم في الطبقة الثالثة بغيتو شطلكم الطاطا بوحدة تديرو ها كترتو من الروز تديرو اللي بغيتو فانا شطل غر شوية الروز شوية للطاطا قررت باش ننخلطوهم بجوش ونديرهم في الطبقة الثالثة هاد شلادة سيحمق عليها واحد خوية سبانية تنوجه لي من هنا تحية تتعجبو بزاف بالاخص من يدين ماما فهي تجي رائعة تجي معلك ان شاء الله انا متأكدها غادي نهار غادي تدوقو هاد شلادة غادي تعجبكم وغادي تديروها هنا كتتتشوفو عندي الخص قطعة رقيق وغادي نزين به شلادة كيكتلكم هاد شلادة بلدان شقيق لانا دك شي اللي عندنا فضار تنديروالا لما عندناش هكذا الخص نقدو نديروه بكور مقطع رقيق هنا كتتشوفو عندي خيزو خيزو تنأخدو خيزو رقيق تنجروه بهذه المنجارات ديره 200 و60 شنرار خيزة ومتواجدة هنا كتتشوفو خيزو اه أاطقه هاد شكل هادا ديال الوردة اسمتشوفو عندكم لهذه أجو زلتكوه ديروه غير هو يكون الفجل طويل باش يساعدنا باش يجيسال الاخديتو الفجل الصغير انا حيث ملقيتوش في الصوق دكشي علاش ما غاديش بغيت تنجر ليكم اما تتاخدو خيزو ولا الفجل وتقدو تديروهم بجوج انا غادي نزين هنا هاد الشلادة هدي باش زوينة تديرو دكشي اللي عندكم اه هنا بقى ليا عندي الخيار عفوا انا غادي نزين باش نعطي دكشكل ديال عراشات غادي نكمل دابا اه الخص اللي عندي اه هنا عندكم الباربة تديروها كلوقت ديال اه ديال عفوا ديال القوق تديرو تديرو اللي عجبكم الجلبانة اللوبيا اي حاجة اي خضره عندكم فالدار اه تديرو هدي بعكس الشلادة اللي تنديروها كبيرا فاش يجيوا عد نظيف داروري ما تنديرو تنشروا الباربة تنشروا القوق الجلبانة يعني خاصنا داروري ننوعوها فهادي كتا تشوفو تديرو تجي سهلة باللي عندكم تديروها و تيجي تل منظر ديالها زوين انا بالنسبة لي اه ديال شلادة تديني اه اقتصادية لان دكشي اللي عندي في الدار تنديرو اهنا خديت ماطيشة واحدة قسمتها على ثمنية كي غادي نوريكم ان شاء الله كيف دلت لها تزين دياله دكشي علش قلت لكم اه ديال شلادة اقتصادية فانا عندي احب ديال ماطيشة وقسمتها على ثمنية غريا ماطيشة تكون شادة في راسة اهنا خديت ماطيشة قسمتها على ثمنية وهنا قطعتها يعني سنوصلوها حد النص واخدينا هنا ببيك فخوي اللي غادي نشدو بزيتونة سنقشرو حد النص وتنتني بحال هكا طفو غادي نشدو بحب ديال الزيتون تقدو تديرو البيد السمان اهنا تقدو تديرو البوع ديال البيد تديرو انتم اللي عجبكم غير المهم انا اعطيتكم الفكرة دروري تنديرو الالوال الحمار مع الخضار مع البرتقالي باش تجيش لادا هكا ما شاء الله تجي تجي عاطية كتنقولو عاطية العين فالعين دروري سيتتاكل هنا غادي عندي هنا الماييس غادي نعمر به هاد الوريدات هكا تشوفو تنعمروا الوريدات بالماييس باش هي واتي اعطى المنظر زوين فشلادة ضروري تصبغي الالوان هاداك شوي المايونز اللي بقى عندي ما تنضيعوش غادي نديرو من الفوق هنا غادي ناخد شو ديال الكيتشاب فاكتليكم ما شي بتارو را يكون عندكم الكيتشاب انتو ما ما عندكم ش تديرو يعني غادي تصوقو غير بخيزو واداك الشي اللي بقى لكم ديال الخيار هنا غادي نعطي اداك الشكل ديال ميل في فاللي عندكم ستديرو دبا غادي نكمل تزين بعد ما ادر تخيزو الوسط غادي نكمل تزين غادي ندير هاكا غادي نقد اما تتقدو بالخيار او الباربا يعني اللي عندكم فالدار من بعد ما تنساليوها تنديرو سوز فينيك غايت ثلاثا مغاو نقدموها ثلاثا مغاو نحطوها ثلاثا مغاو نحطوها تنديرو سوز فينيك غايت تنتمنى باش تبرتاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوناش الله يعطيكم تستندك زر الاعجاب سنقدمها لكم سنقولكم بصحة والراحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة